الكاظمي وأثناء زيارته جامع النوري صباح اليوم تعهد بعدم السماح لتكرار ما حصل في مدينة الموصل في حزيران عام 2014 مشيرا إلى أن القوات الأمنية بمختلف صنوفها تنفذ عمليات عسكرية لدعم الأمن والاستقرار وملاحقة خلال الأرهاب وخلال زيارته مقر قيادة عمليات نينا وأكد أن الفساد وسوء الإدارة تسببا بحصول ما وصفها بالكوارث السابقة في البلاد مشددا على أن العراق يوجه تحديات كبيرة وأبناءه قادرون على تجاوزها هذا وفتتح رئيس مجلس الوزراء الجسر الحرية بعد إعادة إعماره إثر تعرضه للتخريب على يد عصابات داعش الإرهابية كما أجرى الكاظمي زيارة إلى المتحف الحضاري في الموصل كما أجرى زيارة إلى ناحية برطلة وعقد اجتماعا مع ممثل مكوناتها